في ظل ذلك ممرات إنسانية مقترحة إلى غزة إسرائيل من المتوقع أن تفتح نهاية هذا الأسبوع ما وصفته بالممر المباشر من أراضيها إلى شمال القطاع بغرض إدخال المساعدات الإنسانية بحسب هيئة البث الإسرائيلية هذه الخطوة تأتي عقب ضغط من الوسطى لسيما الولايات المتحدة ومصر الممر يخرج مباشرة من إسرائيل ويتجه غربا نحو البحر بالقرب من حجر الديك في غزة ومن هناك ستدخل المساعدات أو الشاحنات بعد فحصها في معبر كرم أبو سالم وسيتولى لواء نحال مسؤولية تأمين الممر رئيسة المفوضية الأوروبية بدورها إرسولا فوندرلين كانت أعلنت أيضا أنها ستسافر إلى قبرص للعمل على فتح ممر إغاثة محتمل من هناك لدعم سكان غزة